انت لم يفكر كده؟ احنا لم يأخذ الحديث بولي احنا لم يقولينا نعم يعني احنا اجمد من الحديث يابنين في البوقت بقى بطل الكلام الغريم ده بقى بتوجعتش قلبي بسم الله والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على صور الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أرضا شباب نحلم مع بعض تدريبات على أنواع الهمزات في الوحدة طبعا الاولى في النحو من كتاب كيان للسنوية العامة دفعة عشرين اتنين وعشرين لو انت اجديد في القناة ستستاش تعمل اشتراك وتعمل لايك ولو انت اقديم في القناة خليك مشترك واعمل لايك عشان نقدر ان نكمل محتوى الهالف مجانا لكل الطلبة صلى الله عليه وسلم عليه وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تدريبات على أنواع الهمزات قال الشعر ما أجمل النيلة والأمواج راقصة فرحانة برمال الشط تلتطم لكن ما أجمل النيل طبعا ده أسلوب يعمل حاجة ده أسلوب تعجب فلما أقول ما أجمل النيل ما أروع الطبيعة ما أجمل السماء ده كل أسلوب إيه أسلوب تعجب ما تعجبية وأجمل فعل ماضي يمنع الفتح والنيل متعجب منه لو ما فقل به منصوب يبقى أجمل لا يعمل حاجة ده عبرها عن ايه ده فعل ماضي فعل ماضي جملة أجمل يجمل يبقى أجمل طيب أجمل ده فعل ايه فعل ماضي ماذا تقول خط همزته قطع. طبعا بين او همزة القطع. ليه كلام ده؟. ماضي الفعل الرباعي. مضارع مبدو همزة طبعا ده مش مضارع أصلا خلص. مصدر فعل الرباعي طبعا ده مش مصدر ده فعل. اسم غير الاسماء طبعا مش اسم برده ده فعل. ليه جاببا صاعت بقية. ايه. تبقى. فعل ماضي. اللي هو الفعل. فعل الرباعي. يبقى ماضي ايه. ماضي الفعل الرباعي. قال الشعب. السيف اصدق انباء من الكتب في حده لحده بين الجددي واللعبي. هنا ده بقى عبارة عن ايه? ده عبارة عن اسم. ده هنا عبارة عن اسم. ما قلتش مثلا ايه? ما اصدق السيف. لو ترك السيف ما له اصدق. السيف اصدقوا انباءا من الكتب. فاصدق زي اجمل كيف يقول لك مثلا ايه? محمد اجمل من احمد. اجمل هنا واصدق ده عبارة عن اسم. هي اسم تفضيل. عبارة عن اسم. اسم تفضيل. يعني مش هينفع ماضي خالص. مش هينفع مضارع. مش هينفع مصدر. بس طيب اسم عادي جدا اسم وتجب كل اسماء بتكون همزة ايه همزة قطع معادة بس الاسماء التسعة اللي هي اسماء شازة يعني ما بتكونش ايه ما بتكونش فيها همزة قطع طيب قال الشعر رأيتم جسما شكل منه عضوا لم يبت او لم يبت في توجع واحتراقي طبعا كيمة احتراق عبارة عن ايه عمل حاجة هات الماضي منها بتاعها هات الماضي بتاعها يبقى احتراقة احتراقة عد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عبارة عن خمس حروف يبقى ده مصدر لفاعل خماسي يبقى ماضي السداسي طبعا غلط مصدر رباعي برضو غلط مصدر السداسي برضو غلط الايجابة ستبقى مصدر لفاعل خماسي ولو فاتك درس المصادر هتلاقيها قناة عندنا شرحناه حلقة جميلة جدا يعتبر افضل حل على اليوتيوب لشرح درس المصادر بعدها بقولك المرء على دين الخديدة ما تحتوي خط الف وهو وصل طبعا بين اول انها الف وصل ليه الكلام ده عشان فيها الف ولام لما اقول مثلا الولد اللعب المرء فيه الف ولام في الاول يبقى طبعا الف وصل ليش همزة ايه همزة قطر يبقى اسم الشازة طبعا غلط مصدر لفاعل خماسي برضو غلط ده مش مصدر اصلا الجابة ستبقى اسم مبدوء بحرف التعريف ال مبدوء بقى ال اي حان يبدوها بقى ال بتبقى همزة طبعا ايه بتبقى همزة طبعا ايه تبقى همزة وصل او ايف الوصل استماع استماع ان النصائح الابائي واجب ما اعطى خط الف وصل ليه كم ده كلمة استماع هتمنى ماضي يبقى استماع واحد نين تلاتة اربعة خمسة يبقى ده مصدر لفاعل ايه مصدر لفاعل خماسي يبقى السوداسي غلط وباعي غلط سوداسي غلط مصدر لفاعل خماسي استبقى الطالبان طبعا استبقى فعل ماضي عد حروفه واحد نين تلاتة اربعة خمسة برضو خماسي والسبب انه ماضي الفاعل السوداسي الخماسي الرباعي السوداسي طبعا João الصحة بقيت بقى الخماسة يكون الاطمئنان حيث يكون السلام ليس طوال خط ألف ووصول والسبب انه ايه الاطمئنات من الماضي هيπقى اطمκإنَّا اهم حاجة ان ه Ytno عليها شدة اطمئنة 1 2 3 4 5 6 الشدة يعني حارفين يعني 6 حروف هي بيحتوا بديه عن مصدر لفعل ايه مصدر لفعال السوداسي يهبت طبعا الرباعي غلط خماسي غلط السوداسي غلط чит بosta المصدر لفعال السوداسي أحظى لها بمثيلة. ملا تأخذت همزته طبعا أحظى وعجزته أن أحظى. أحظى يعني أحصل. وعجزته أن أحصل يعني على مثيل زيها. يبقى أحصل أحظى ألعب وزاكر دي كل لها أفعل مضارعة. لك إذا ما هده همزته قاطع عشان ده فعل ايه؟ فعل مضارع. وعجزته أن أحظى لها بمثيلة. يبقى أحظى ده فعل ايه? فعل مضارع. يبقى هو همزة قطع دي عشان امر السلاسي مضارع مبدوء بهمزة امر الرباعي طبعا سؤال مباشر اللي جاب بصلاح تبقى مضارع مبدوء بهمزة مضارع ايه مضارع مبدوء بهمزة اكتب مقالاتك بخط انجبي قلتها طب خط الف وصل والسبب ايه ركز معي بقى اكتب اتمنى الماضي هيبقى كتبه اهم حاجة تجيب الماضي جماع احنا عطول شغالين بالماضي كلنا شغالين بالماضي لما تجيب لك امر او ماضي او اي حاجة يعطي الماضي من الكلمة اللي عندك دي او مصدر استعملت اكتب له منها كتبه لما اقول اكتب يبقى ده امر ايه امر الفعل السلاسي لكي بذوا معطين كتبه ده ايه واحد اتنين تلاتة السلاسي يبقى اكتب ده امر الفعل السلاسي اقوعت حروف الامر لأ هبعد حروف الماضي يبقى امر الرباعي طبعا غلط مضارع برضو غلط ماضي برضو غلطرج جدا تبقى امر للفعل السلاسي اكتب امر للفعل ايه فعل السلاسي. جملة واحدة بالمالية صحيحه انتصار لنا في الحربي بفضل ايماننا طبعا دي غلط ليه كاملة كلمة انتصار انتصر وده مصدر خماسي. ما فيهوش همزة هنا بدأنا بهمزة طبعا دي غلطة مش هينفع. ايمان طالبة مهذبة. الاحسنة لديه واجب طبعا دي برضو غلط ليه كاملة كلمة الاحسنةALI حسب بيه المصدر رباعي يكون فيه همزة رحته كده الاحسان مش هينفع برضو الاستسلام برضو غرض استسلام مصدر سلاسي استسلام افوش همزة مش هينفع برضو جيمة جيبها لجابة الصحبة ايمان طالبة مهزبة طبعا ايمان فيها همزة عشان اسم طيب حلاشر قال الشاعر اتحاد القلوب يصلح منها ويداوي اهواءها بالوفاق طبعا اتحاد ده فعل ايه فعل اه الماضي منها يعني اتحدة اكتب اتحدة كده الف ت على شدة طبعا اتحاد واحد اتنين تلاتة ابعة خمسة يبعد مصدر فعل ايه مصدر وفعل خماسي يبقى السلاسي غلط ايه تاني مصدر الفعل اربائي غلط اللي يبقى صحة لتبقى مصدر ايه مصدر الفعل الخماسي هي متكررات ايه مصدر فعل خماسي مصدر فعل خماسي المهم ما تحترق خط اعمل حج فيما يلي همزة القاطع للنفس السبب كل دول بنفس السبب مععدة ايه لك اجمعين ما اروعه حكم من قضائي هزا العام، هى بازخل هو اَحسن حكم قضائي؟ يبقى احسن ا inequ عش cabeça clinics وهى افضل يعنى حكم قضائي فى السنة دى؟ يبgebى cash عبارة عن اسم يبقى اسم من يแعلم تفضيل العادي ما احسن الرجل إلى جاره يعني الراجل ما احسنا للجارش بتاعه ما عندهش الاحسان لم يحسن من جاره ما احسن الرجل إلى جاره लج데 يعني. يعني الراجل ده كان بيخون جر بتاعه ما كانش بيحسن لي. يبقى طبعا احسنة ده فعل ماضي. ما احسنة. يبدأ عبارة عن فعل. طيب. هنا ما اروع احكام القضاء وعلام التعجب. يبدأ اسلوب تعجب. يبقى اروع عبارة عن فعل. حلو. ما اكرمتوا اللقيم. انا ما اكرمتش اللقيم. ده فعل برضو ماضي. يبقى كلهم عبارة عن فعل. فعل فعل. ما عادة طبعا الف عبارة عن اسم. يبقى طبعا دي همزادة قطع عشان عبارة عن اسم. يبق هل اخترت صديقك بعناية؟ عند وضع همزة الاستفهام مكان هل نحن نحط همزة الاستفهام لو يبقى عندك همزة زائد ألف ساعتها بتعمل hike ساعتها بتشيل اصلا ألف الوصل بتشيله خالص يعني اخترت صديقك رائعة اخترت صحة ولا؟ هنعمل هي؟ هتشيل دي خالص وهتسيب دي بس هل اخترت صديقك بعناية؟ هتبقى اخترت اخترت صديقك بعناية هنشيل أصل ألف الوصلة انت حققت ما تريد عند كل همزة ستفهم على الجملة هتبقى ايه يعمل حاجة؟ ركز معي هنا بس المشكلة ايه الفرق من ديو دي؟ هنا اللي فوق كانت عبارة عن همزة زائد ألف الوصل هتساوي ايه؟ هنشيل طبعا ألف الوصل بقى همزة بس حلو إنما هتبقى همزة زائد همزة هتساوي همزة قص 2 ايه ايه 2 همزة يبقى طبعا انت حققت ما تريد هتبقى هانت حققت ما تريد همزتين يبقى طبعا انت دي مش تنفى ودى برضو مش تنفى ودى برضو مش تنفى للجيه البصدقة على الآدال المؤمن صابر على الشدائد عند دخول همزة استفحامه على الجملة تصير ايه؟ صبر عشداد. قال مؤمن صبر عشداد. قال مؤمن صبر عشداد. مؤمن صبر عشداد. لما عندك بقى الف ولام في قال التعريف يعني كده. ودخلت اليوم الهمزة في الاول ساعتها تعمل ايها من حاجة. بتحول الاول نية دي الهمزة دي للمد. بتحول للمد كده. هتبقى مد. ليه الموجة دي. تمام? هتبقى عبارة ايه? عبارة عن موجة. يبقى طبعا ايه بساطة تبقى ايه? تبقى الف. قال مؤمن صبر عشداد. قال مؤمن بالشكل ده. المؤمن. يبقى لجابة الصحة تبقى. الف. طيب. اشترك ايه? اشترك في موسابقة تحدث وفصحة. نقط ما طلاب البادعين. التكمل المناسبة. اسنان 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 اسنين. طبعا يا جماعة اسنان واسنتان. من الكلمات ايه? من الكلمات التاسعة من الاسماء التاسعة. ننطقها همزة قطع. لكن مش بنكتبها. تبقى همزة وصل. الف وصل. يبقى لجابة الصحة تبقى اسنان. هي من غير اصلا ايه? من غير همزة. طيب. طب ليه اسنان مش اسنين. اشترك في موسابقة التحدث وفصحة. اشترك فعل ماضي. في حرف جر. موسابقة اسم جرور. موسابقة تيه التحدث. المسابقة بتاعة التحدث. التحدث بالفصحة. بحرف جر وبفصحة اسم جرور. مين اللي اشترك في موسابقة التحدث وفصحة? اسنان. يبقى اسنان العربة وفاعل مرفوع. عشان يخترق اسنان مرفوع عن المترفع على الالف. عشان ملحق بالمسنة. ايه مهم? نقط الله لانصرنا الحق. وايم الله ولا ويم الله ولا ايم الله طيب ركز نعمل حاجة طبعا ايمة من الكلمات برضو التسعة اللي عندنا من الاسماء التسعة اللي هي ما فيهاش همزة قطع يبقى الجواب الصح هتبقى ايم الله بالشكل ده جملة واحدة مما يلي صحيحة اعجبته بشخصية ابن الخطاب اعجبته بشخصية عمر ابن الخطاب طبعا دي غلط خالص ليه الكلام ده عشان ابن وقعت بين علمين عمر والخطاب قلنا لو ابن وقعت بين علمين ساعتها لازم بنشيل الالف بتاعة ابن يبقى هنشيل طبعا ايه هنفود نشيل الالف يبقى طبعا دي غلط وعجبته بشخصية عمر ابن الخطاب برضو هابس الكلام هنا حطت الهمزة يعني مش هينفع برضو وعجبته بشخصية ابن الخطاب برضو غلط كلمة ابن اصلا ما فيهاش همزة يبقى طبعا برضو مش تنفع يبقى ليه الله الصح تبقى الف وعجبته بشخصية ابني الخطابي طب ليه هنا ما شناشل ألف تحت ابن عشان قبليها مفيش عوامر قلنا جمعة كمت ابن بالآخر كده بتشيلها ما يكون قبليها اسم وبعدها اسم هنا قبليها كانش فيه اسم ما كانش فيه أصل اسم يبقى الإجابة بصح هتبقى ايه هتبقى عجبته بشخصية ابني الخطاب صلى الله عصول الله قال عبيد ابن الابرس او عبيد ابن الابرس وفد يخطئ الرأي نقط وهو حازم كما اختل في نظم القريدي عبيده وقد يخطئ او ما عشق قالتها وفد المهم وقد يخطئ عشق وقد يخطئ الرأي ميلي بيخطئ الرأي نقط وهو حازم كما اختل في نظم القريدي عبيد امرق 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 ايه الفرق يا جماعة امرق بالشكل ده امرق بالشكل ده بتكون لما تبقى مرفوعة يعني امرق لما تبقى مرفوعة بالشكل ده امرق بالشكل ده نتبقى منصوبة امرق بالشكل ده لما تبقى مجرورة طبعاً ده على حسب إيه حسب موقعها في الجملة قالكي وقد يخطئ الرأي نقط مين اللي بيخطئ الرأي امرق يعني فيه شخص فيه رجل بيخطئ الرأي يبقى يخطئ ده فعل إيه فعل مضارع الرأي مفهول به مين لها يخطئ الرأي اللي هو امرق يبقى امرق طبعاً ربعاً فاعل مرفوع يبقى امرق أنك ت timely بالشكل ده يبقى الياس 받고 الصحة تبقى امرق بالشكل ده عشان مرفوع قال حسن بن سابت وإن نقط يمسي ويصبح سالماً ما الناس إلا ما جنى لسعيده إن امرأاً ولا امرأ ولا إيه الإجابة الصح؟ ركز معي وقال لك وإن نقطة طبعاً إن بتنصب اسمها وتلفع خبرها يبعدها يكون إيه هيكون اسمها؟ اسمها بيكون منصوب طبعاً يبقى الإجابة بساطة بقى امرأة وإن امرأة ماشي الإنسان يسأل عما يفعل الإسم المناسب يوضع مكان الفعل فيما يلي مسئول 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 مسئل طيب لو كست معي طبعاً مسئول دي بعيدة خلص غلط ومسئل برضو بعيدة خلص هتبقى إيه مسئول بالشكل ده إيه مسئول بالشكل ده هتختار مين فيهم هم الحاجة؟ طبعاً إيجابة الصح هتبقى مسئول بالشكل ده ليه الكلام ده؟ كلمة مسئول هنا الهمزة مضمومة الهمزة هنا همزة مضمومة قبلها طبعاً ساكن همزة مضمومة قبلها ساكن يبقى نكتبها على نبرة نكتبها على نبرة وبعدها واو او ممكن تكتبها بالشكل ده برضو ممكن نكتبها بالشكل ده يبقى الشكلين دول بس هما ايه هما اللي صح طيب قال المتنبي لكل مريء لكل نقط مايش من دهري ما تعوده وعاداته سيف الدولة تتطعنوا في العيدة حلو امرء ولا امرأ ولا امرأ ولا امرأ لكل نقط طبعا كلمة كل جميع بيجي بعدها مضاف اليه كل رجل كل عالم كل مريء بعدها مضاف إليه. يعني مجرور. يبقى امرأ انجاب الشكل ده عشان مجرور ح الهمزة كافة تسمع إليه على الوا ولا على السطر وفي جاهز هاي الصلاة والسلام الطالب يقرأ الدرس نقاط انت السيد المبتلئ تصبح جملة ايه الطالبان يقرأن الدرس الطالبان يقرآن الدرس طالبان يقرآن الدرس طيب ركز نعمل الحاج اصل الجملة الطالب يقرأ الدرس حلو يقرأ الشكل ده عايز بعدها هتخليها مسنعة هتبقى يقرآن هتحط الف التسنية والنون صح هو ده يبقى الهمزة سبزة ما هي زائد الف ونون صح هو لا الهمزة بالشكل ده قلنا بعد كده زائد الف بتتحول لمد نخليها مد بالشكل ده بنحولها لماد بالشكل ده يبقى طبعا ج nächاة الصحة تبقى ايه? يقران ذي غلط ويقران ذي غلط ويقران ذي برضو غلط اشترها فيه اتنين الeleف هنا فيه اتنين الف برضو دي مش تنفع الاجابة الصحة تبقى دال الطالبان يقرىان الدرس يقرىان يدير درس يبقى دي عبارة عن همزة زائد الفعث صلاة وعصول الله عذي الصلاة إلى السلام. يجب على المؤمن نقط اخي وقت الشدة. موق neutron طبعاً ما فيه شيء اسمÓها مؤذره مش الليل فلا خêtها مؤذره مؤذره طبعاً كمت ايه كمت مؤذره مساعده كمت مؤذره persona دي الميم نبسها مضمومه صح لأ الميم نضمومه والهمزه ملاها. الهمزه مفتوحة وتذاês قبل كده لو لو نفسها يعني انت نرسم نرسم همزه علواو لسم همزه علواو اذا كانت مضمومه اوه قبلها مضموم لو هي كانت مضمومه او بشرط بشرط طبعاً إنها ما تكونش مسبوقة بشرط نها ما تتكسرش يعني. ما تكونش مكسورة أو الحرف الاولى كونه يكون مكسورة. يعني الاخر كده لو هي مضمومة أو الحرف اللي قبلها مضموم وقبلها ما فيش حاجة تكسرها يعني مش مكسورة يابقى طبعاً يجيبها الصح هتبقى على واو يبقى لجيبها ايه يتبقى مؤازرة. طيب طبعاً مؤازرة دي بعيدة خالص ومؤازرة بردو نفس الكلام. سأل الطالبه معلمة. دعي جمل المجهول طبعا لما تبني جمل المجهول. بتحذف الفاعل. تبقى السئلة معلم. او مسئلة المعلم. صحة؟ لا. سئلة المعلم. السئلة اكتبه. بتشاكل ازاي? انتى معاي السئلة كنت بقى? سئلة. الهمزة مكسورة. السئلة الهمزة. لا بس Agreement مكسورة. يبقى طبعا لما تكون مكسورة لازم ساعتها بنرسمها ايه? بنرسمها على نbra. بنرسمها على نبرة اللي هي الياء يعني بنسمها على الياء. يبقى طبعا مش ينفع الواو ولا الالف ولا الالف. الاجابة الصحة تبقى دال سوء الى المعلم. الولد جرق على الحق. عند جالة في المدارع الجملة السابقة. طبعا الولد يجرق. يجرق. لو كنت امع كلمة يجرق. الريه نفسها اللي هي قبل الهمزة مضمومة. نفس الكلام مضمومة. يبقى هي لو مضمومة او قابليها مضموم ساعتها العمل حاجة بنعمل ايه? ساعتها بنرسمها ايه? طبعا عشان هي مش مكسورة زي ما قلنا هي مش مكسورة. قابليها مفيش حاجة مكسورة. يبقى ساعتها بنرسمها على الواو. يبقى طبعا الولد يجرق. هتبقى يجرق بالشكل ده. يجرقوه. يبقى طبعا يجرق دي مش ينفع ولا دي برضو ولا دي. الايابة الصحة تبقى دال. قاية الشهر نقط. انا رسول الله ابو عدني. والعفو عند رسول الله نقط. نبقته ومأمول. عايزاني نبقته انا رسول الله او عدني والعفو عند رسول الله مأمول. طيب. اول حاجة نبقت. كلمة نبقت. لو ركست معي في نبقت يعمل حاجة. وكلمة مأمول. كلمة مأمول دي. نكتبها بالشكل ده. طيب نكتبها بالشكل ده محمد. انت قلت مأمول. الهمزة هنا لو ركست معي مفتوحة. صح ولا? لا. الهمزة ساكنة معيش. كلمة مأمول. الهمزة ساكنة ما قلت. ونبقت قلنا رسول الله او عدني والعفو عند رسول الله مأمول. الهمزة هنا ما لها? الهمزة هنا ساكنة. حلوة قوي. والميم اللي قبلها مفتوحة. مأمول. والهمزة قلت لك قبل كده. لما تكون هي او الحرف اللي قبلها مفتوح ساعتها بنرسمها ايه? بنرسمها على الالف. يبقى انت تدور على مأمول بالشكل ده. يا مأمول باتنين واو دي طبعا مش تنفع. مأمول دي برده مش تنفع. مأمول هنا دي دي هي تنفع. يبقى اما مأمول دي يبقى لجابة الصحة تبقى جيم. نبقته ان رسول الله او عدني والعفو عند رسول الله مأمول. يبقى طبعا لجابة الصحة تبقى ايه? هتبقى جيم. وطبعا نبقت لسنا الهمزة على نبرق وعلياء عشان نلقابليها مكسور. نبقته البيه نفسها مكسور. يبقى لجابة الصحة تبقى جيم. نبقته ومأمول. طيب صلى الله رسول الله. طبعا درس ده جمع بيلخبط شوية يعني عادي جدا طبيعي يعني. عشان كده اصلا الميزة انت اللي بتحاني عندك اوبن بوك. بتكتب عندك الامتحاني يعني انت بتكتب كتابة داسة الملحوظات دي كلها بخصوص الهمزات فبكون عارفها يعني فما تشيلش اه هم كبيرة. اهم حاجة بس تتدرب عليها. ايهو المؤمن لا تتخلى عن املك وكون دائما مستبشرا. يخطر مما يلي كلمتين تحلان محل ما تحتوى خط. يعني نشيل الكلمات دي وحط كلمتين من لتحم خط. هتحطته قاني الشكل اللي بقى لك اسمعين. لاتتخلى عن املك طبعا ان اللي بعدها بيكون مجرور يا جمعا. عن اللي بعدها بيكون ايه? بيكون مجرور. عن دي من حروف ايه من حروف الجرف اللي بعدها بيكون مجرور. يبقى رجائك ولا رجائك ولا رجاءك ولا ايه الكلام ده. طبعا دي همزكات متطرفة. لكن بعد الكاف طبعا بقت همزة متوسطة. حلو أوي. يعني نطبع ايها قواعد الهمزات عادي. حلو. يعني طبعا عن بعدها مجرور يعني كلمة الامل دي لما نشيلها نحط كلمة رجاء رجاء اللي هنجيبها هتبقى مجرورة يعني الهمزة يزل تكون نعمل حاج الهمزة ساعتها هتكون مكسورة همزة مكسورة يعني محمد همزة مكسورة يعني مكتوبة على نبرة مكتوبة على الياء يبقى طبعا رجائك العصطر مش تنفع وعواه برضو مش تنفع يبقى إما رجائك دي إما رجائك دي طيب نشوف كلمة مستبشرا عليك يقول ان تتخلع عن عملك وكن دائما كن ايه كن مستبشرا. هنشيء مستبشرا كمية متفائل. طبعا كمية متفائل. انت معايا كده متفائل. الهمزة نفسها مالها? الهمزة نفسها مكسورة. يعني برضو مرسومة ايه? مرسومة على نبرة. مرسومة على الياء. يبقى الجابة الصحة تبقى رجائك متفائلا. الاتنين مرسومين على نبرة. حلوة. عشانين مكسورين. التقليد الاعمى والانصار المسر في الشخصيات الاخرين قتل للموهبة. اختر ما دي كلمة تحل محل ما رحضو خط. عايز كلمة وقد. هتبقى وقد ولا وقد ولا وقد بالشكل ده. ركز معي قلنا وقد. انطق معايا كده وقد. كلمة وقد الهمزة تلاقيها ساكنة. لكن الواو اللي قبلها هتكون مفتوحة. وتكب كده الهمزة بتكون مفتوحة. او الحرف اللي قبلها بيكون مفتوح. يبقى لجابة الصح هتبقى وقد بالشكل ده. لم ارى الا نقط. ركز معي. لم ارى الا علماء انا. ولا علمائنا ولا علماؤنا. طبعا ده اسلوب ايه? ده اسلوب استثناء نوع ناقص منفي. يعني هتشيل لم وهتشيل الا. لم ملهاش لازمة وإلا هتشيل لازمة. اتبقى ايه? هتبقى ارى. اقول للم انا. انت اللي بترى. بترى ايه? بترى العلماء بتشوف العلماء. يبقى علماء مفعولهم به منصوب. حلو قوي. كلمة علماء دي منصوبة. منصوبة يعني الهمزة. منصوبة عليها فتحة يعني الهمزة كده معمولة ايه? الهمزة كده على السطر. يعني علماء انا مش تنفع. علماء انا دي لو الهمزة مضمومة. مش هينفع. اقول لما انا لع الفتحة دي برضو الالف دي مش تنفع. اقول لما انا دي لو مجرورة برضو مش تنفع. يبقى الجابة الصح تبقى علماء انا. طب ليه اخترنا علماء انا بالشكل ده الممزة لها الهامزة بالسطر إن нуهامنة عشان منصوبة الممزة على السطر وعشان أي ؟ عشان منصوبة يبقى الجبال الصح اكتبع علاماء انا صلى الله على سل اللجملة ت medium يقول لك فماءه العزب لم يخلق لكستلاني يبقى ماء هنا مبتدأ مرفوع عادي هنا دي جملة جديدة بقولك فماءه العزم ماله لم يخلق لكسلاني يعني ماء هنا عربها مبتدأ مرفوع عادي مبتدأ مرفوع يعني الهمزة هنا مضمومة الهمزة عليها ضمة فماءه انت معاي كده فماءه العزم الهمزة عليها ضمة يعني الهمزة على الواو يعني طبعا مش ينفع اي حاجة غير اي غير الواو دي يبقى اللي إجابة الصحة تبقى بيه فماءه ما اهو العزم طيب اربعة وثلاثين اطباؤنا يضحون بارواح يمند كل حرف الناسخ ان على الجملة تصبح هي من الحج اتبقى ان اطباء انا لك زمان ان اطباء انا يبقى كلمة اطباء هتبقى منصوبة منصوبة عن الهمزة تنزل على السطر هي تتريمي على السطر يبقى ان اطباء انا رقم واحد الهمزة على السطر يضحون بارواحين طبع كلمة ارواح زي ما هي مش العشرة الغريط خلص. يبقى اللي إجابرا الصحة تبقى إنا أطباؤنا غلط أطباؤنا. غلط. أطباؤنا. غلط أطباؤنا دي برضو غلط لإجابة ستبقى إشابت ان أطباءنا. إجابة الصحة تبقى جيم. طيب شاء Al-coal al-of his 35 حفظة ابني. نقط من القرآن الكريم. جزء جزء آآnen. طيب. طبعا جزء دي غلط خلص. عم شايف دي تنوين اه ده تنوين. جزء دي طبعا دي وغلط ودي مرض وغلط. طب ليه ده الغلط يا محمد. ركز معي. حافظة فعل الماضي. ابني ده الفاعل. هو حفظ. حفظ جزء. يبقى جزء ده مفعولهم بيه منصوب. يعني الهمزة هنا منصوبة صح ولا? همزة هنا عليها فتحة يعني. حلو. كمية جزء ابقى. ركز معي بالله عليك. اكتبعها كمية جزء كده? هتبقى ايه? هتبقى جزء بالشكل ده. جزء هلوة قوي. ماشي. هنا الهمزة ما لها? الهمزة هنا منصوبة صح? حط التنوين على الهمزة ولا حط ألف بعدها? يعني اعمل كده? ولا سيبها زي ما هي كده? ركز معي بقى. شيء كلمات دي كلها. لو لقيت الهمزة تعرف تلزق في الكلمة اللي قبلها يعني الهمزة تعرف تلزق في الزيل هتعرف تلزقهم ببعض? لأ مش هينفع. هتسبها كده صح ولا? هتسبها على السطر كده. مش هينفع هتلزق فيها ساعات هزم تحط الألف وتحط التنوين كده. يبقى اللي جابة الصحة تبقى ايه? تبقى جزءا. في بس ملحوظة مهمة جدا عايزة أكد عليها. كلمة مثلا زي سماء. لو جاءت كلمة زي سماء. وكانت منصوبة رأيته سماءا مثلا. هتكتبها ازاي? هتعمل ألف كده وتعمل تنوين كده? لا هنا بقى مش هينفع. ليه محمد? لو ركست معي هنا هتلاقي قبل الهمزة ألف أصلا. ما لو قبل الهمزة ألف مش هزم تحط ألف بعدها خلص. هتشطب على الهمزة دي. هتبقى هي هتبقى سماءا بالشكل ده. طيب. نركز معي هناك حياتة دي مهمة جدا الناس كده بتتلخبط فيها. ستة وتتاتين بقولك جملة واحدة من مادي صحيحة. إن علماءنا ومراءونا في النهضة. إن علماءونا الكلام ده كله. طيب. نركز معي هناك الحك. نمشي واحدة واحدة. أصبح أولماءنا. طبعا بيين أقول إنها غلط من أولها خلص. ليه الكلام ده? أصبح بيجي بعدها اسمها. يعني بيكون مرفوع. يعني علماءنا مرفوع. علماءنا الهمزة هي مضمومة صح ولا يعني حطاها على الواو. يبقى الشكل ده. مش بيشكل ده. مش هينفع. أصبح علماءنا برضو غلط. هنا الهمزة على نبرة يعني مكسورة برضو مش هينفع. إن علماءنا برضو غلط. إن بتنصب اسمها. يعني علماءنا فتاة منصوبة. تبقى كده. مش على الواو خلص. مش هينفع. يعني برضو دي مش تنفل. يبقى اللي جابة بصطة بألف. إن علماءنا. ركز معي هي. علماءنا منصوبة هي. أمراءنا. طبعا ده خبر ايه? خبر ايه? عشان كده حطناها على الواو. يبقى هنا على السطر عشانت منصوبة. وهنا على الواو عشان ايه? عشان مرفوعة. يبقى اللي جابة الصحة. إن علماءنا امراءنا في النهضة. سبعة ثلاثين قال الشعر. يبقى الشعر. وإذا الفتاة جمع النقط والتقى وحوى مع الادب الحياء فقد كمل. وإذا الفتاة جمع المروءة. عايز كلمة ايه? عايز كلمة المروءة. طبعا لو كسة ما يعمل حاج كلمة المروءة. الهمزة نفسها ما لها يعمل حاج. الهمزة نفسها مفتوحة. الهمزة نفسها مفتوحة قلت مروءة. الهمزة مفتوحة. يعني رسمها على السطر. مش في التأمل ايه هدوء للنفس. انا صريب الخطأ في الجملة السابقة. هتبقى ايه عمل حاجة لك اسم الله ان في التأمل طبعا ان وكان ان متلاقي بعدها جارا مجرور مش حايف يوجد دا المبتدأ ولا الخبر يعني مش حايف دا اسمها ولا خبرها اعرف عطول من ده الخبر. اسم ان وكان يعني ما بيجيش ما بيجيش جاروا مل sell kurwa. يبقى ان في التأمل في التأمل ده خبر ايه خبر انها يبقى هدوء دا اسم انها طيب انك بتعمل ايه في اسمها فكرني كده انك بتنصب اسمها وترفع خبرها يبقى ان في التأملي هدوءا يبقى هدوءا تبقى ايه تبقى منصوبة حلوة اوي هتكتبها ازاي طبعا هدوء ون دي طبعا غلط ودي برضو غلط طبعا برضو هدوء ون دي وبردو غلط اكنا مرفوعة برضو مش تنفع يبقى اللي جابة الصحة تبقى دار ان في التأملي هدوءا للنفس لولا كسة مارسة منها برضو وينشكل ده هدوءا وحاطنا للالف بعدها لازم تعطي للالف بعدها طيب المسلمون المسيحيون نقط بعضهم في الاديان يوهنئون طبعا يوهنئون aristطبعا بين اوي الهمزة مضلومة يبقى انحطها على الواو يبقى تبقى تبقىASS يوهنئون الهمزة ايه الهمزة علي الواو يبقى طبعا يهنئون دي برضو مش تنفع يهنئون برضو مش تنفع يوهنئون برضو مش تنفع فاسي طب الليه دي ما نفعتش يا محمد. مش هنقولنا ممكن تنفع في حالة كده بتنفع فيها. ركز معي. هو قال لك هنا في الجملة دي يوهنئون وحاضر اتنين همزة. حاضر اتنين همزة هنا وهمزة هنا. ووه هنا ونون هنا. وحاضر اتنين همزة على بعض. طبعا كلام دا فيهش الكلام ده خالص. يبقى اللي بسرعة تبقى دال يوهنئون. طيب. دي ممكن تكتبع بشكل تاني. ممكن تكتبع بالشكل ده. ركز معي. ممكن تقول يوهني بالشكل ده تنفع لكن في اللغة العربية عشان يعني بنحبش حرفين وراء بعض بنفس الشكل فبنعملها بالشكل ده فطبعا يعني دي حالة الوحيدة اللي بينفع فيها ايه نكتب بالشكل ده المهم المضارع من ناقة المضارع من كلمة ناقة ينقى ينقى ينوق ينوق طيب لكن زمانية صلى الله عليه وسلم نقول ناقة ينوق ناقة الشيء المضارع بتاعها ينوق ناقة الشيء ينوق كلمة ينوق دي لوなるほど كس المعلي دي همزة متطرفة جاية في طرف البيت متطرفة يعني مش إرهابية متطرفة يعني طرف البيت جاية في آخر ينوق جاية في آخر ايه في آخر هنينسمع على السطر ولا على نبرة ولا ايه طبعا لو جاب الصحات من نسلمع السطر بين شكل له ينوق الهمزة متطرفة اليols بيقاب بيقى بيقى ساكن او حرف مد ساعتها يجب بنسمع وهي بتنسمع السطر لو قابلها ساكن او حرف مد بنرسمع السطر. زي كلمة سوق. ينوق. مملوء. كل كلمات دي هنرسمع نرسمع السطر. يبقى بالصح هتبقى ينوق. طيق قال الشعر اقبل على نفسي واستكمل فضاء الها. فانت بالنفسي لا بالجسمي. انسانه. اكمل تحت خط كتبت بطريقة خطأ. وصابها فضاء الها فضاء الها فضاء الها فضاء الها. ركز معي. واستكمل فضاء الها. انطق معي كده. فضاء الفضاء الها مكسورة. يعني مالها يعني عن نبرة. علياء. يبقى طبعا يجاب الصح تبقى فضاء به. أformation من النقى. طبعا كلمة النقى يعني بيبتاعي ده انا حاجة. يقول لن شخص ده قلع يا بيبعد عندنا على نقى. يعني ينقى يعني بيبعد عننا. يبقى نقى طبعا المطارقة بتاعها ينقى لجاب الصح تبقى ينقى بالشكل. طبعا ينقى طبعا كل كلمات دي معيدة خالص الله سيستة بتبقى ينقا بالشكل ده. لدينا في مصر طالب كفر. التعامل مع النظام التعليمي حديث. عند خوال ان على الجملة. بلاك بحال. بقول ان لدينا في مصر طالبا هتبقى كفا ولا كفا ولا كفا ولا كفا والكلام. بلاك يا بحال اول حاجة ايه? ان لدينا. صح لو احط ان. ان لدينا. في مئفر. ماشى. ان لدينا في مصر طالبا. طبعا طالبا جت منصوبة ليه عشان اسم ان. بتحلوة او. شكرا واعجة هنختلف شئ صديقا، ي Entwickler في مصر.. طالبا صديقا طالبا وفاً طالبة كُف CON كلمة ف هل الحمزة ممكن نلزقها في الفيه؟ او ممكن الألزقى لو نصبنا الجملة لممكن نلزقها ستقوم بتقليل هذه الكلمة كلمة كفت ستكون كف San هل تجوز وشگله؟ R味 لأن الهامزة ممكن بالف غير كيمة جزء. انا كاتب لك كيمة جزء عشان كده. لكن كيمة جزء هل الهمزة ممكن لزاءها في الزي,. في الزين يعني مش هينفع لكن الهمزة ممكن لزاء فيها من افلع. او ممكن تلزاء. فهنا كتبناها بالاشكل لا! وهنا كتبنا بالاشكل لا. فهنا الهمزة عنابرة عشان ممكن تلزاءها في القبلة. انما هنا ما ينفعش اصد. يبقى طبعا لجبه الصح هتبقى دال. اننا دا نفسي طالبا. كف nova. للتعامل مع نظام التعامل مع كفا كل ده غلط. لجابة الصح هتبقى دال. طيب. اربعة واربعين. لبيت لازي كتب بطريقة صحيحة مما يلي. اذا المرء اعياده المرؤة طبعا اعياده بينا او انها غلط. دي الكلام ده. عشان اعياده فعل ايه? فعل ماضي رباعي. يعني فيه همزة. فعل الرباعي الماضي بيكون فيه همزة. هنا اعياده ما فيهاش همزة. اذا المرء طبعا دي برضو بينا باولا انها غلط. ليه? عشان اذا من الحروف. والحروف طبعا بيكون فيها همزات. اذا هنا مفيش همزة. ايه مش هينفع. طيب اذا المرء طبعا كيمة للمرء هنا مكتوب غلط. هنا مكتوب مرء هنا. الواو هنا عليها ايه? عليها همزة طبعا دي غلط. المرء بتتكلم بالشكل ده? هي مش هينفع برضو. يبقى طبعا ايه بساطة او ادال. اذا المرء اعياده المرء اتو ناشئا في مطلبها كهلا عليه يشريط. طبعا هنا دي جاب الصحة تبقى ايه تبقى دقل. خمسة واربعين اخر حاجة جملة وحيدة مما دي صحيحة. يجب علينا الالتزام بالقواعد المرء. طبعا غلط. عشان كيمة الالتزام ده مصدر خماسي. التزمه. مصدر خماسي. مفقوش همزة. هنا بجاب همزة. ايه مش هينفع. اه لابنائنا حقوق يعني طبعا برضو نفسي كان مش تنفع. هنا اللام حرف جر. وابناء اسم مجرور لابنائنا. الهمزة مكسورة هي. يبقى مفوت تبقى على نبرة. مش هالسطر. مش هينفع برضو. عسى اطباءنا ان يرحموا المرضى. برضو دي مش تنفع. ليه كلمة ده? عشان عسى من اخوات كادة كادة واخواتها. بترفع اسمها وتنصر خبرها. يبقى اطباءنا فتع مرفوعة. ايه تكتب بالشكل ده. اطباءنا بالشكل ده. مش اطباءنا. مش هينفع. يبقى لجابة صحة تبقى دال. تعلمتم من ولدي ان احترم الاخرين. طبعا لجابة صحة تبقى دال. وكده اتشار لنكم خلصنا ايه? خلصنا تردبات الهمزات من كتاب كيان للسانوية العامة 1922. سبحانك اللهم بحمدك. نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك اتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وبركاته.